اهلا بكم في تاني واخر فخاراتنا الحوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الاهلي خلوني بس افكركم ان في جزء الاخير من حلقتنا حنقرأ تعليقات حضراتكم اللي مشكورين بعدتها لنا ردا على طلبنا فكرة ان انتو تبعثوا رسالة دعم للعيبة الجدد اللي حينضموا لصفوف الفريق الاول لكرة القدر بالنادي الاهلي واللي حيبتدوا معا ان شاء الله الموسم الجديد وبالمناسبة في السياق الفقرة دي برضو هنعرض لحضراتكم كده تقرير كنا صورناه بالفعل مع مجموعة من جماهير النادي الاهلي واسمعنا وشوفنا يعني تعليقاتهم ايه وحنعرفها لحضراتكم ولكن خلونا دلوقتي نتكلم على المستجدات اللي عندنا احنا عندنا مستجدات كتير في النادي الاهلي عندنا النادي الاهلي ذات نفسه بيستعد لي بدء موسم جديد يا رب ان شاء الله يكون موسم متميز وكمان عندنا المنتخب بيستعد لثلاث ماتشات ودية برضو يعني استكمالا كده للتجهيز والتأهيل لما هو قادم كل دي ملفات حنتكلم فيها مع الأستاذ محسن لملوم النقد الرياضي اللي منورني في حلقتنا النهاردة صباح الخيرات على خاطرتك اخبارك يكونوا تماما الحمد لله بخير في حركة اليومين دون والدنيا شغالة حلو يعني طبيعي طبعا موسم الانتقالات او الفترة بتاع الانتقالات بالاضافة طبعا لبداية المشهور الافريقي للتحديدة للنادي الاهلي يمكن قبل كده زمالك سبق وفيوتشر لكن الاهلي بيرامدز بعد كده ينضموا من الدور الاتنين وثلاثين سواء فضر الابطال او الكون فضرالية فطبعا دي حالة رواجع يعني دي عادية تعالى نبتدي بالاهلي على ذكر الاهلي نبتدي بالاهلي قبل ما نروح مع حضرتك للمنتخب وكيف رأيت الصفقات الجديدة ورؤيتك لما هو قادم ان شاء الله في الموسم الجديد والله يمكن الاهلي ما عملش لا يمكن ثلاث صفقات يعني او يعني عدد ما حدود دل تم الاعلان طبعا عنهم لكن اعزا اقول ان هنا في مصر يعني اللاعبة في مصر كلهم شبه بعض يعني باعت العملية فيش حد فارق قوي يعني خلاني نتكلم بكل صراحة ليه الموهبة نضبت من حدنا دي حقيقة ايه اللي حصل طيب ليه ده حصل ما بقاش فيه كشفين زي زمان ما بقت الموضوع بالنسبة للمشوكلاء اللاعبين السمصر تحديدا مصر المقابل انت عندك دلوقتي الثقافة حتى الشعبية المجتمعية كتير جدا من اولياء الامور والاهالي اللي عندهم اطفال صغيرين عايزين يشوفوا ولادهم محمد صلاح تحديدا فده نتج عنه تشجيع كتير من الاهالي لأولادهم على ممارسة الرياضة دي بالتحديد صحيح موجود ده من الاهالي عايزيني ولادهم كلهم يبقى لعيبة حتى لو مش محمد صلاح يبقى لعيب بملايين في الدور المصري بس اكيد هتلعنينا محمد صلاح في النص مفيش مشاكل في المقابل زهرت لنا الاكاديميات وكلام ده كله اغلبها للأسف الشديد مش عايز اقول نصبي عندي خلاني نتكلم بصراحة اه اه تجاري القطعات الناشئين اغلبها برضو في اغلب الاندية المصرية مش بالمستوى اللي هو بدلينا ما بتفرغش كتير للاندية الفرق الاول في كل نادي بقت العملية ما بقاش الاهتمام بقى طغى عليها البزنس اعلى من الموهبة زمان كان مثلا كابتن عبدالبقالق او الراحة العظيم عبدالبقالق كان بيجوب المدارس وكان بيشوف في دور المدارس وكان بيشوف اللعيبة يعني في عين بتشوف دلوقتي ما بقت النهاردة حتى الاختبارات اللي هي ايه الاف مؤلفة بتروح تعمل الاختبارات وفي النهاية خمس دقايق بيلعبوا في لعبة أصلا فيه أطفال ما بيشوتوشوا الكرة أصلا بعد ما خلص يلا شوف غيره شوف غيره يعني الموضوع بقى بزنس شوي يعني اهتمام الاهالي ليس كافيا لكن في المقابل ما فيش العين الخبيرة بقى الموضوع بقى بزنس خلاص يبقى نجم كبير باسمه فيعمل أكاديمية مش عارف مين فأكاديمية صلاح أي كلام في أي كلام في النهاية ما فيش الاسس ما فيش الكلام ده مش موجود للأسف الشديد ده ظهر أو خلينا نستخدم لفظ واقعي شواء طفح على الكرة المصرحية مع أن الكشفين في الزمن اللي احنا فيه ده من مصلحتهم ان هم يروحوا كل قرية وكل كفر وكل نجح وبقت العملية أسهل أنا قاعد النهاردة واحد في أسوان هيوريني حد على الواتساب يبعث الفيديو بلاش هيفتح لي لايف أشوفه يعني العملية بقت أسهل شوية لكن بقت العملية فيها البيزنس أعلى شوية يعني بقت تلاقي حتى يعني أنا فراء وهجة نظري أن أحد أسباب انهيار الكرة المصرية أو تراجع الكرة المصرية مش انهيار مش هو كلاء اللعيبة لا لسا مصرى بقت العملية النهاردة لعب هيروح من نادي للأمانة محسن تحس أن الفلوس أفسدت كرة القدم عموما بالزبط يعني حولتها من رياضة وحتى من صناعة إلى تجارة بالزبط يكفي أن أقول له حراك يعني ما فيش لعب عندنا يستاهل مليون جنيه في السنة ما فيش لعب قيمته توازي مليون جنيه يعني لكن النهاردة بتسمع أقل حاجة النهاردة 15 و 20 وهو لعب مايفرقش عننا حاجة فأكورة يعني قال لأ ضمن إيه لعب أحسك بالزبط لا يلا بقى راحت يعني هي جات علي بالزبط صحيح فهي قصة كده بقت النهاردة إيه مصرى للأسف بقت أنا هجيب لك لعب من إيد لإيد 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 ده بيوسط وده يعمل وعملية سهلة جدا رؤيتك للثلاث أسماء اللي انضمت مؤخرا لا طبعا كويسين أكيد إضافة للنادي الأهلي لأن نادي الأهلي كمان بس الناس إيه بصت للمشهد الأخير في نهاية الموسم النادي الأهلي محتاج فرقة كاملة لا ما هو النادي الأهلي عنده فرقة كاملة أعدم رياحها ما هو ده يعني ما حدش خذ بالهم القصة دي فبالتالي التدعيمات آه أنا فوقت مصري في الدور المصري محدودة شوية لأن كلهم أشباه موما زي اللي عندك أنت إيه هي اللي عملها حتى تلاقي غربالها يعني إيه ده راح من الأهلي راح من هنا وده جا من هنا جا هنا هي كلها مفرقتش كتير لكن الإضافة اللي عندك هكون اللي من بره اللي هو تحديد ده نسافيو البرازيلي طبعا هو بالنسبة لنا ما حدش عارف هو هيبقى يعني حتى إن كانت الفيديوهات رائعة ولعب قوي لكن في النهاية على أرض الملعب حياتي بس هي مبارد جنسيته مطبئنة إلى حد كبير لا وكويس إن في عين راحة للجزئة دي لأن إحنا دايما الأجانب بالنسبة لنا أفريقيا أفريقيا أو حتى شمال أفريقيا أخواتنا العرب ما برضو أفريقيا لكن ما رحناش بعيد أول حتة دي أو نادرة شوية يعني كان آخرها في النادر الأهلي إيفلينو تقريبا إيفلينو كان فيه كاستيلو من كولومبيا قبل كده لكن مثلا شوفنا كينو في البرازيلي في برامتز من كم سنة كان ظهر بشكل كويس فكويس إن أنت تروح للمنطقة دي اللي إنها بعيدة شوية والمهارة متوفرة طبعا في أمريكا وحيوه كمان اللي برونو سابيو يقال إنه عنده نفس الكفاءة ونفس القدرة على اللعب الجيد في ثلاث مراكز مختلفة ودي برضو أعتقد تفصيلة هم يعني الجهاز الفاني كل ده حلوة سكريم لكن في النهاية يبقى التطبيق على الأرض الملعب وإنت ممكن تجيب لعب رائع جدا وليكن هلند مثلا بس هل هينفع مع الملعب بتاعتنا مع الأجواء بتاعتنا مع الأمور يعني أن أنت تتفهم الثقافة هنا عشان كده تلاقي بالمناسبة ده يعني استطرات كده بسيط المدربين البرتغاليين بينجعوا جدا في مصر لأنهم بيعرفوا العقلية بيخشوا في دماغنا هم قريبين شوية يعني منا مش ألمان مش فرنسيين تلاقيهم إيه بخلص عرفوا دماغ الجماعة المصريين فبينجعوا فكتلاقي في وقت من الوقت مدرب الأهل ومدرب الزمالك مدرب فاركو تقريبا مدرب المنتخب الأول كلهم برتغالي يتحدثوا اللغة واحدة فعشان كده هم بينجحوا أكتر فبدأ بيتوقف بالنسبة لبرونسوفي أنه يتأقلب مع الطبيعة في مصر يعني طبيعة الكرة في مصر طبيعة النادي الأهلي تحديدا لأنه النادي الأهلي طبعا بحكم نادي كبير ونادي عريق فليه موصفات خاصة حلو ده بالنسبة للثلاث أسماء اللي استجدت من اللاعبين طب بالنسبة للإسم اللي استجد كمدير فن طبعا كولر السويسر طبعا احنا في النادي الأهلي أو جمهور في النادي الأهلي واخد انطباع جيد عن المدربين فسويسر بحكم فيلر طبعا لأن فيلر المدرب الآخر مدرب النادي الأهلي على حق المعاضلة الصعبة الفوز والأداء يعني بعد كده يا إما فوز والناس خايفة يعني مددقة من الأداء أو ما فيش أداء أو فيه أداء وما فيش انتصارات لكن هو ده بصراحة كان عامل المعاضلة الصعبة في النادي الأهلي الفوز المتعة والانتصار انتصار بعدد أهداف كبير زائد متعة على أرض الملعب طيب برضو خلفية المدير الفني الجديد المليانة تفاصيل بس حنوقف عند تفصيلة واحدة منها فكرة أنه لما مسك منتخب النمسا تقريبا كان في المركز الحاجة وسبعين على مستوى العالم وطلع به للمركز العاشر مطمئنة برضو التفصيلة دي أن النادي الأهلي أي حد يدربه بإعلا يعني دي سابورت لي تاريخ قوي طبعا دا يدي له هو مع نادي كبير زي النادي الأهلي بالإمكانيات دي بالقوة دي يقدر يحقق أكتر يقدر يحقق يعني مثلا جوزي لأن المقدير الطبخة الحلوة موجودة بالفعل موجودة بالزبط يعني منو الجوزي بحقق نجاحات عظيمة والمدرب الأسطورة في النادي الأهلي صحيح لكن هو قبل ما يجي النادي الأهلي ما كانش حاجة معلش كان بيدرب مين يعني في البرتغال لكن توليفة النادي الأهلي ساعدت مع العقلية دي مع عشان كده أنا عجبني في الرجل دي حاجة واحدة بس أنه هو رفض بس أن يظهر في قناة الأهلي أو في أي إعلام لأنه الرجل ما عملش حاجة حتى في المؤتمر الصحف قال لك إحنا من ساعة ما جينا وإحنا عملين نتشكر وما عملناش حاجة يا جماعة لسه وقال كمان حتة أنه أنا يهمني الفوز أهم من الأداء هو بصراحة ألخص الموضوع لأن أنا النهاردة يا فرحتي عملت جيب تعمل زي فريق هار اللي بدأ بتاع السلق وفي الآخر مغلوب ما أخذش حاجة يعني ما يخذش حاجة هو فريق السعراضي لا طبعا النادي الأهلي فريق بطولات في الأساس أبدل الاستقرار السيطرة هو مدرك طبيعا جمهور بقى النادي الأهلي اللي هو أكيد عايز فوز بس فوز لا يخره من الأداء المرضى ما هو مع الوقت مع الوقت بيدرك دا ما هو أكيد طبعا لما جاء يعني بس إحنا كجمهير تخد هو جمهير النادي الأهلي بكلمك بأمانة والله مش إحنا نخد أي حد إنه هو بيبقى جاي ماشي بالكتاب يقول إيه ويعمل زي بالكتاب إحنا جمهورنا مش زي بالكتاب والزبط جمهور الأهلي تالي فعلا لأن مثلا أما ييجي مثلا سيفي مدرب ييجي يقولك إنه حصل على لقب الوصيف في بطولة أوروبا سنة مش عارفين ده إنجاز بالنسبة للمدرب لكن ده مش إنجاز في النادي الأهلي إن أنت إيه ده مسماني حصل مثلا مع الاهلي بعيدة عن بطولة أفريقيا خد وصيف لا ده مش إنجاز يعني ده مش إنجاز في غرف النادي الأهلي ده وصل المربع الزهبي في بطولة مش عارف مي لا ده مش إنجاز ده عند جمهور نادي الأهلي ده هو النادي الأهلي يا رقم واحد الباقي بقى بلا وصيف بلا الكلام ده مش بتاعنا وبرده أستاذ محسن من ضمن تفاصيل خصوصية جماهير النادي الأهلي يعني على ذكر المثال حذك تفضلت بيه طاطرة موسيماني موسيماني كسب إيه ولا إيه ولا كسب كل حاجة اتنين كاس واثنين برونزيت كاس عالم واثنين صوب وافريقي عمل كل حاجة بس لمجرد إنه خسر الدوري الترميزة تعالبي جماهيريا ما هو حتى كان نتكلم فيها قال لك جمهور غريب يا جماعة يعني يعني مش كل يعني على طول على طول هو النادي الأهلي يعني حتى الناس مثلا فيه جزئية كده الناس مثلا بعض من جامر الأهلي لا مثلا على جمهور الزمالك إنه احتفل بالدوري بشكله مبالغ لا مش مبالغ دي فرحوته يفرح بها هو زي ما هو عايز أنت ما فرحتش بها أو زي ما يفرح يعني مثلا الأهلي خد بطولة أفريقيا مش أقول لك اللي هي التاسعة اللي كتعل حساب الزمالك لأن دي أكيد لها عند جمهور الأهلي وقع تاني لكن مثلا البطولة التانية اللي كسبها البطولة العشرة في تاريخ النادي الأهلي على حساب كذر ما كانش فيه فرح يعني عادي خلاص اللي كسب كانت عادي أنت ما فرحتش ببطولة أفريقيا غيرك يفرح برحته لكن أنت اللي وصلت الأمور بالنسبة لك أن هي عادي عادي خد بطولة أفريقيا عادي خدنا كسل والسياسة تقلب الصفحة دي اللي مفرهدان الحاجات دي كان أحد أسبابها بصراحة من والجزئ يعني أنا كنت أحضر المؤتمرات مؤتمر صحفي مثلا أنا حضرت مؤتمر صحفي كان قال لي كسبان بطولة أفريقيا بعد في المؤتمر ما قالش مثلا قبل ما يقول كان يقول الكلمة قال لك بطولة دخلت الدولاب غدا عندنا راحة وبعد الغد سنستعد الكس مصر خلاص الموضوع بالنسبة له يعني خش فهو خلاص شوف اللي بعد شوف اللي بعد شوف اللي بعد لكن كان قبليه كنت تقعد لمدة أسبوع كامل أو شهر شجال عنوين والفرحة مستمرة في الأهلي ومش عارف المكافأة مش عارف انت عايش الفرحة هو لغى الكلام ده وخلاك البطولة اللي بعدية طبعا دي مشكلة في النادي الأهلي إنه هو نادي بطولات فمن خمس بطولات الأهلي مثلا بيخشهم في الموسم أو من ستة إن خات خمسة وخسر واحدة المدرر فشل طبعا دي مشكلة مشكلة عند النادي الأهلي لكن أعتقد يعني كلر من الانطباع الأول بالنسبة لليه هو جاي يعني أعتقد أنه هو فهم الدنيا ماشية زي وعنده بالمناسبة لأهلي في معسكر تدريبي فدي حاجة كويسة جدا الأهلي ما سمعناش الجملة دي بقى أنه تلات أربع موسم الأهلي ما فيش معسكر يا أداد فكرة التدريب اليوم الكامل دي إيه رأيك هو غير التدريب هو الأهلي ما كانش فيه معسكر كان الموسم متلاحم يخلص أفريقيا يروحوا بيوتهم أفريقيا بالضبط البطولات رأي حاجة وعندين يخلص أفريقيا ده كان يعني أين بدورين في أفريقيا هنا ويطلع يعني بطولة أفريقيا حتى لو المنتقى مصر كان فاز طلع بالطيارة من كاميرون على دبي ومن دبي على بوزر عشان يلحق كسعام الأندية في الأدو وما الحقش حتى يزعل مش هقول لك يفرق اللي هو البني آدم البني آدم اللي عايز يرتاح اللعاب تنادر ألي على ذكر الراحة تعالى تعالى الروح للمتخب وفترة الراحة والتوقف الدولي استغلها في توريا في فكرة يعني أنه يلعب مطشين والديين مع النيجر ومع ليبيريا فبرضو القرار ده شفته إزاي شوفه أنا مدقاني أول أنه يلعب مع النيجر ومع ليبيريا مش تقليل منهم لكن أنا بلاقي غانة أنا بتلعب مع البرازيل مثلا يعني طبعا بس هو كويس أنه بيلعب لأنه خلي بالك مش أحد أهم سبب خروجنا أو عدم تأهولنا لكاس العالم أنهنا ما العلمانش المنشط دي حتى مع النيجر ومع حتى نابيريا فبالتالي نزلنا في التصنيف ففي النهاية قابلنا السنغال وحصل اللي حصل لكن كنا ما بيلعب ده شيء كويس لكن في الأمور اللي حصل في المنتخب دي أمور ساسقة جدا أنه تحصل مشكلة مثلا على الرقم واحد ما بين الشناوي والشناوي أنه تحصل مثلا أزمة الشارة أن مثلا يكون فيه اتفاق بينه بين مدرب الزمالك عشان مثلا عواد وطبعا حارس الأكثر خبرة في الزمالك وحارس طبعا اللي غبار عليه أنه يسيبه عشان مرش إليكت اللي هو الثاني وبعدها يطلع عواد يقول لا ما حصلش اتفاق ده استباعات فني مش ممكن يكون استباعات فني يعني اللغبات دي عيب أنها تحصل مش حلوة لأننا بكدي مسوارنا جديد بالضبط أن يكون فيه أحمال زيادة لا ده عيب يعني معظم اللعب هتشتكلم من أحمال زيادة في الفريق لأن المعد البدني إدهم أحمال عالية شوية زي أوروبا لا يا جماعة نحن مثل أوروبا يعني ده أثر شوية أنه أنا مش معاه في التصريح بس هو قال لك إيه إحنا لا قاعد لا بكاس الأم الأفريقية ولا بصعود لكاس العالم إذا كنت معمول لك أصلا أربع سنين عشان كاس العالم وكاس العالم اللي جاي هو أسهل تصفيات ليك بالنسبة لك لأن المرة فاتت كانوا خمسة من أفريقيا المرة اللي جاي من البدء المرة جاي تسعة من أفريقيا تبع أنت عايز إيه تاني يعني مفترض أنت ساعد يعني أنت عايز إيه تاني فهو قال التصريح وفعلا إلى حد كبير أنت جاي مين لي عشان كاس العالم في النهاية إحنا عايزين أنت لأخارة الشعب وكله أصعى كاس العالم ما موخدش بطولة أفريقيا لأنها تشبعنا منها شوية أهم حاجة عندنا كاس العالم كاس العالم واحنا على مدار تاريخنا أنا بكلم هنا على المنتخب مش على الفرق ولا على كاس العالم الأمدي أنا بكلم على كاس العالم كاس العالم إحنا ليه مش موجودين في كل نسخة من كاس العالم طالما أننا عندنا لعيبة يعني يقدروا أضعف الإيمان يوصلونا ليه ده ما كانش بيحصل ليه تبقى أملة قوي بالنسبة لنا أننا نشارك في كاس العالم ليه بعيد كده لا يا هي هي هو من السبب وأسباب يعني أمور متركمة كنت تتلاقي دايما في حال يعني ليش في أي زمن اللي الدنيا زبطت معنا غير يعني في كم مرة مع الدنيا أيام الجهري يا الله أرحمه في سنة التسعين هو ساعتها نجح كان منتخب مصر بيجيد تماما في البطولات المجمعة مش للتصفيات المتبعدة عشان كده كان منتخب مصر تلاقي مثلا في تصفيات كاس العالم 98 خسر من ليبيريا وبعدين في 2002 اتعادل مع ناميبيا مثلا أو مش عارف بنين هي الحاجات الصغرية التي تضيعك المنافس اللي معاك صعد ليا مثلا تونس صعدت على حسابك في 98 خلصت بقى على ليبيريا وكلام اللي هو البسيط ده عشان وخلت المواجهة معك مع مصر خلص شكرا ما بقتش دي مشكلة انت خسرت قدام النزي كذلك في 2002 انت كان معاك الجزائر وكان معاك المغرب تأهلت السنغال لانها استفادت من تخبيطك مع كله مع ان انت مباراتك مع السنغال انت تعادلت معها على أرضها وفزت على فقهرة في حين انها هزمت منتخبية الجزائر والمغرب يعني النتائج المشترا هي الأفضل لكن انت خسرت قدام الناس دي تعادلت معا مش عارف الجزائر اتغلبت من المغرب وتعادلت مع المغرب يعني انت عملت تسرس بنقاط لان البطولات المجمعة بالنسبة ليه كان المنتخب مصر ينجح يعني كان يقولك المنتخب مصر عملاقل كان قزم المنديال عملاقل كان اللي هو كأفريقيا اللي هو بيقدر يجيد فيها لان دي البطولات المجمعة بيجمعوا نفسهم بيجيدوا الكلام ده بيعرفوا الأجواء الأفريقية بعكس اخواتنا في شمال أفريقيا دايما عفوا في المغرب العربي يعني دول المغرب العربي يعني العكس بقى يصعوا كسعلم ويخفقوا في البطولة دي ليه لان ما عندهمش الحتة دي بس بيعرفوا يجمعوا نقاط من المباريات المتبعدة طيب خليني برضو أقف مرة تانية مع حضرتك بعد إذنك عند فيتوريا وكلمنا عنه من شوية يعني مع المنتخب النمس تعال نتكلم عن فيتوريا مع بين فيكا اللي في وقت من الوقات فاز على أتلتك ومدريد في عز جبروته وعز قوته ولكن هو إلى حد ما مصنف كمدرب دفاعي بيميل بيميل عنده بنوع شوية نسبي للدفاع إلى أي درجة دي ممكن تبقى عيب أو ميزة بالنسبة لنا لا هي هي مش عيب هو يعني يعني منتخبنا لأسف مفوش كم مواهب كتير يعني هو صلاح ممكن تريزي جيه ممكن مصفى محمد يلتوش حاجة قدام حاجات بسيطة للأسف احنا مش منتخب مش زي منتخب السنغال اللي من الحارس المرمى لحده قدام كلهم نجوم حتى ساد يوماني اللي هو النجم لا مش باين في وسطيهم يعني لو غاب مش هيفرق لكن احنا منتخب صلاح خلانا نعترف بذلك فأنت للأسف هتبقى الكرة عندك دفاعية أكتر هتبقى حتى في وجود صلاح لأن لأن انت لو تتذكر كده من وقت قريب كان أيام المدرب الأرجنتيني كوبر كان يقول لك ده منتخب صلاح بصل صلاح بصل صلاح ما هو أنت ما عندكش حد فهو طول ما المشكلة ده موجودة أنت ما عندكش مواهب في كل المراكز أو ما عندكش لعبة فرقة معك في كل المراكز يمكن مرموش شوية في الفترة كيرة تريسيجي لما يرجع مصطفى محمد الحاجات دي تفرق معك شوية تدي لك انت عاشها هجومية لكن بشكل عام أنت للأسف ما هتظل المتخب دفاع على ذكر بصل صلاح يعني رأيك إيه في اللي حاصل مع صلاح يعني الوقت الحالي وتأخره نسبيا في قائمة الهدفين وفي ناس بتقول إن الموضوع ده مش تأثير منه ولكن المركز اللي أكبر على إنه يلعب فيه بخليب الكاد صانع أهداف وليس هداف أشوف الكعبالة دي رأيك لا هو طبعا صلاح بيدفع تمن تزابزم مستوى الفربور كله يعني الفربور كله السنة دي وبالمثل ما مش غياب سادي ومانية عشان بسموها سادي ومانية ما هو في الدور الألماني ده الخامس ولا السادس دلوقتي وعنده إخفاقات ثلاثة عدلات جاء غير من جلده فخسر وبرو مش محسوس قوي مش هو ده مع أنه البداية قد فتك لكن مش ده السبب السبب أنه اللعيبة ما زال عندهم غياب الانسجام أنا بسك طبعا في مدرب زي يورجين كلاب قال لك احنا محتاجين فترة تنسجام لأن ليفربول عنده شباب صغيرين محتاجين يصلوا لمرحلة صلاح وفرمينيو وسادي ومانية في وقت ملوقات عنده دياز عنده جوتا عنده اللعب النونيز اللعب الجديد عصب شوية فرقته خسرته بطرد في مارش وغاب المارش التاني فكل دول شباب صغيرين محتاجين يعني يركزوا شوية طبعا ده هيجي مع الوقت وده لما يحصل يكون الفريق ممكن يفوق لكن طبعا الفريق خسر كتير السنة دي خسر نقاط كتير في الدوري الإنجليزي وكمال ده مقصر باعلى صراحة اللي كان بيبتدي الموسم بشكل كويس جدا ويسجل وهاترك وجونين وسنائية لكن طبعا فيه بالوام صحيحة اسمها شايف شايف من الأقرب للفوز في الدوري الإنجليزي السنة دي ده الدوري الوحيد اللي يمكن تقدر ده الوحيد عارف لو حتى في لو سيتي النهارده فارق مثلا بعشر نقاط عن أرب حتى برضو ولد ده الدوري الإنجليزي ملوش مسكة يعني النهارده أرسنال موجود ممكن يتعصر شوف مثلا منشستر روناتد أول تقول ده نفس على الهبوط بعد كده منشستر روناتد في المربع الزهب مولع الدنيا في المربع الزهب ليه ممكن الناس تقول برشلونة طبعا قتلتكم مدري ببعيد شوية بمسؤال الحالي لكن برشلونة واضح أنه عنده معاناة نفسية المرشين والواحدين اللي تعصر فيهم الموسم ده كان نفسيا تعادل قدام ريفل كانوا في أول مباراة في الدور الأسباني وهذا سنة اللي فاتت ده الفريق الواحد اللي بنتيجة 16-2 يعني 16 هدف دخلوا المنتخب فريق برشلونة ومقابل هدف يعني خسر 8-2 خسر 3-0 خسر 3-0 خسر 2-0 وخسر العملية صعبة تقيلة كثير فهو خسر نفسيا وواضح أنه عنده مشكلة نفسية رغم أنه عمل مركاته عالي جدا وليفندو ويسكي بصراح فرقة لكن فرقة ريال مدريد لا فرقة وقف أقدام صلبة على أرض الملعب يكسب أكفاء الفوز في درب مدريد أول مبارع على قتلتكم رغم طرق قتلتكم لكن قتلتكم فريق رخم بلغة الكورة فلا يا جماعة ريال مدريد يقدر أقول حركة بنجبة كبيرة بطل الدر الأسباني والحاجة الأكيد عندهم كرة قدم ممتعة نتمنى نحن نبقى على نرى نحن عندنا حاجة كده يعني نهر لكن عدا نورتنا ونور شكرا على وجودك معنا شكرا وإن شاء الله نشوفك على خير في حلقات جاية طيب يا حضرات فقرتنا الحوارية التانية انتهت ولكن الحلقة نفسها لم تنتهي بعد نسمحونا نطلع فصل سريع ونرجع